وبأول فقراتنا الصباحية هنروح لنحكي عن الصوم عند الأطفال ونشوف اليوم في أطفال كتير بيروحوا لأسطيام بالشهر الكريم ولكن بالمقابل اليوم في أطفال خلينا نقول عندهم حالات خاصة من ذوي الهمم عندهم حالات إعاقة هل اليوم هنجد قادرين يصوموا ويعرفوا معاني هذا الشهر الكريم اليوم هاي الموضوع هيكون محور فقرتنا لليوم رح نتناقشوا معظفتنا لليوم وهي الدكتورة خنساء البدوي اختصاصي نفسي رمضان كريم أهلا وسهلا بحضرتك سات صباحك أهلا وسهلا فيك طبعا نحن نعرف أن ذوي الاحتياجات الخاصة دائما هنهن بشكل عام وبالأيام الطبيعية لهم اهتمام معين لهم اهتمام مضاعف عن غيرهم من الأطفال لكن اليوم أنا شو هي الحالات اللي فيني اشرح فيها كيف فيني اشرح لهم شو يعني السيام لهذون الأطفال تمام هلا نحن بس نقول لأطفال من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة معاً إحنا هون عم نميز خلينا نقول فئة الطفولة عم فئة أخرى اليوم لحنا أطفال عندهم قدرات خاصة هالة خاصة نوعية خاصة من الأداء المجتمعي بس ما فينا ننكر أبداً أنه هنا النسيج الاجتماعي والأسري اليوم هنا ممكن يكون النسيج أسري يعني هنا موجودين بعائلة ضمن أب وأم وأخوة ممكن ينفرد هذا الطفل أو هي الطفلة بنوعية خاصة من الأداء إنما هو من حقه يعيش تفاصيل رمضان أو الشهر الكريم بقصوبه الخاص اليوم كثير أشخاص بتطرق لموضوع أنه يعترى أن هذا الطفل قادر عمم لمفهوم رمضان قادر فهمه شو رمضان نحن طبعاً منقول دائماً المجتمع لديه فروق فردية هاي الفروق نحن يجب مراعاة فما بالك قد نقول عن أطفال من ذوي الهمام هنا الفروق الفردية بحالاته الخاصة اليوم أنا إذا بدي أشرح موضوع السيام ما رح قل له أنه هو بيدلعى الصبر وفيه صلاة وفيه تقوص عبادة وإلى آخره لا لأنه هو ما رح يعرف ممكن مفهوم سيام شوه ما رح يعرف شو يعني صبر ما رح يعرف شو يعني صلاة ما رح يعرف شو يعني مناسك سيام إنما ممكن عمم له بفوائد بسيطة بأنه هو يشارك باللمسات الرمضانية يقوم ببعض الأشياء اللي فيها خصوصية لرمضان نعم وهنا ذكرت نقطة كثير من نحن عم نحكي اليوم عن مفاهيم رمضانية تربينا عليها والمقابل في اليوم حالات خاصة في أطفال خلنا نقول داون في توحد في تأخر نطق في تأخر عقلي في مشكلة بأدماغ اليوم أنت قدام حالة جدا خاصة اليوم لنقدر نعمم هدول المفاهيم نحن بحاجة لأساليب جدا بسيطة تنزلي لخلين الفروق اللي عند هذا الطفل تسايري بمجرى تفكيره كيف هو قادر يفكر في نشاطات في أساليب اليوم أنت حضرتكن عم تتبعوها لحتى تعرفوبي الشهر الكريم نحن ذكرت أنواع عدة للأطفال اليوم نحن منقول نستثني من كل ما ذكرت من آلية الصيام لإعاقات الشديدة يلي هي تخرج عن إطار إياها أي منظومة تعليمية يلي هو دائما متشبس بالأداء الذاتي تبعوه خلص هو ما بيتحرك ما عنده قدرات عنده خلينا نقول لها اللي شديدة من الحركة أو الغضب أو إلى آخره كمان مروح لموضوع التوحد يلي هو كمان خارج نطاق القدرة على الأداء فنحن اليوم عم نستثني آلتين أو شخصين اللي عنده توحد واللي عنده خلينا نقول القدرات الذهنية ضعيفة جدا 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 لأنه ربنا يعني قال أنه هدول الأشخاص هو رفع عنهم الأداء والتكليف فنحن هدول الأشخاص ما مو مطلوب منهم أي شيء يعني حتى ممكن نتساعد معهم بس أنه نعطيهم بصيص من الأمور رمضان يتشاركوا مثلا بالأعمال الورقية بصنع خلينا نقول خلينا نعطي أمسي للدكتورة اليوم نحن مونا قادرين أنه كيف نعرفون يعني شو هي الأساليب خلينا نقول أنه نحن مثلا ممكن تشتغلي معهم بقصاصات الورق والإيفا خلال رمضان خلينا نقول كلمة رمضان كريم ممكن تصنعي عبارات معهم من خلال الورق والإيفا ممكن تصنعي معهم كمان القناديل ممكن كمان خلينا نقول يعني الأشياء الرمضانية اللي مختصة بأمور رمضان ممكن تصنعي معهم هدول خلينا نقول الشخصيات الكرتونية اللي هلأ شفنا بشكل كبير أنه عم تظهر يعني هي صارت محوى الرمضاني كمان فممكن نعرفهم بهي الطريقة أما بالنسبة لأطفال متلازمة داون خلينا نقول وهنا أقرب شوية للطفل الطبيعي فهنا قادرين على الصيام إنما بمراعات فروق فردية عندهم اليوم نحن مثلا ما فيني أنا أقول له بدأك الصوم من الصبح للمساء لأ طبعا لأنه فيه تدريج بعمليات التدريب اليوم ممكن أستخدم معه صيام الوقتي ساعة بعدين ندرج لأقول له ساعتين وقت اللي بشوفه تعب لأ وقف برجع بزيد لألو مدة وكتير لاحظنا بهي الفترة أنه ظهر كتير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاص من أطفال متلازمة داون هنا نعم بيصلوا أو عم بيكونوا أئمة بالصلاة لأشخاص آخرين هي أنه مبدأ أنه تحبيبون وترويضون تحفيز اليوم قصة تحفيز الصلاة والصيام وهي الأساس تمام عم تذكري أنه فيه فروق يمكن حسب شدة الحالة حسب سبت الإعاقة اليوم نحن كيف رح نتعامل ذكرتي أنه ممكن الوقت شو هي الفروق الأساسية اللي ظهر على الأطفال اللي فينا نحن اليوم نفرق بيناتهم هذا الطفل أنه أبدا ما بيقدر يسوم وهذا ممكن يقدر يسوم لدرجة معينة حد وسط تمام هلأ نحن على أطفال الفرط النشاط الحركي اللي معهودين ومعروف عنهم أنه عندهم كثافة خلينا نقوله الهرمون الغذائي عندهم شديد جدا أو بيعكلوا كتير فهنهم غير قادرين على ضبط الآلية التناول الطعام وعندك ممكن أطفال متلازمة الدونية اللي بتتفاوت بنرجع من الأول دائما نسبة الزكاة عندهم من 55% لـ 70% فهن قادرين على معرفة الأداء سيام شو يعني أو ممكن نفهمهم شو يعني صبر من خلال الوسائل التعليمية بالحياة اليوم انتي وقتل بتعطي أي مفهوم علمي بالبيت قليلهم مشان تعلم الصبر شو يعني صبر شرحتي له فهم فبيرجع بيعطيكي الصبر بمفهوم اللي علمتيها تلقائيا ممكن نقول عن أطفال صعوبات التعلم كمان كونوهية كمان الحالات اللي تعتبر تبني دي تحت مصطلح الإعاقة إنما خلينا نقول اللي هي بتكون بجانب معين من آليات التعليم ممكن كمان هدول نساعدهم على الصيام بمبدأ تكثيف إنه هو يتعلم شوي شوي صوب الصبر والأداء يعني إنه أنا الهدف بالنهاية من الصيام هي تعليم فقط لا غير أو توجيه وتعريف اليوم كمان إنهم حقون يتعرفوا بالشهر الكريم بتقوص الشهر الكريم ولكن ذكرتي نقطة اليوم نحن الإنسان اللي نسوي نفسيا وصحيا وقتل ندخل بمرحلة الصيام نحن اليوم بحاجة أيضا لنظام غذائي نمشي عليك روان نحن بالنهاية ما نخسر عناصر غذائي بسبب طول ساعة الصيام هدف الضفل اليوم عنده حالة خاصة وقلتي في حالات ممكن أتصوم وهنهم يعني بيكونوا ماشين يعني على نظام غذائي معين على أدوية معين على تغذية على شيء محفز لإلون لجسمهم بالشهر الكريم إذا كان في حالة حابة تصوم هاليوم في نظام غذائي معين لإلون خاص فيهم أو لا ممكن يتبعوا النظام الغذائي العاتي طبعا أكيد لأنه نحن نتوجه لنقطة الغلازي من الدون وهنا المشهورين بالبدانة فاليوم أي نمط غذائي خارج إطار المنظومة الغذائية الصحيحة أعطي زيادة بالنسبة السكر بالدم عنده عم يعطي زيادة بالوزن فعم يزيد الوزن عنده تلقائنا عنده انشراها بالأكل نحن اليوم حتى الصيام يخرج الطفل عن آلية الصيام إذا كانت عنده آلية مرضية وعنده آلية علاجية في أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أطفال من ذوي الهمام أنني بيأخذوا أدوية فأنا هدول ما فيني أقول له بدك تصوم أو تتعلم الصبر أو يعني لو شو ما كانت نسبة الإعاقة أو نوع الإعاقة لأنه هذا عنده شيء دوائي بده يأخذ دوا فأنا بمنعه أكيد حكماً ولكن أكيد تهديبياً أنا ممكن أسمح له يشارك بأنه إيه سوم فترة الصيام طبعاً نص صباح مثلاً للظهور أعرفت كيف أنا أنه اسمح له مبدأ أنه ما ينحرم أنه في كثير أطفال بتشوف بتقول أنا بجي يصوم أو مثل الطفل الصغير يعني بتلاقي أنه بيروح لعندك بيقلك أنا صايم بعد شوية راح أكل بسكوتة رد رجع صام يعني كل خمس دقائق صايم وعم بتسحر صايم وعم بتسحر ربس المبدأ عندهم يعني تمام لأي مرحلة اليوم فينا نوصل لنا تأجمعون ذكرتي اللي عندهم فرط مثلاً نشاط أو اللي هنون عندهم بيأخذوا أدوية معينة ما فينا نقول لهم أنه أي سوم ولكن الأشخاص اللي ما عندهم أدوية كتير فعلاً أنه هن قادرين على الصيام لأي درجة ممكن أن نحنا اليوم نوصل معهم من خلال حديثنا معهم من خلال تفاعلنا معهم أنه هنون فعلاً أنه عم يقدروا أنه يصوم أو نوصل لنتيجة معهم تمام هلأ هون نحنا منقول حسب العمر تبع الطفل اليوم تلقائياً نحنا منعلم الطفل خلينا نقول لما يدخل المدرسة يشوفر فيه أصايم هي الطفل الطبيعي فبيقول أنا بدي يصوم فأطفال ذوي الهيمان ما عندهم هاي الغيرة أنا بدي يصوم لأنه هو ما عنده مفهوم الصيام أو غير مدرك لمفهوم الصيام إنما من خلال أنه أنا عم شوف أشياء عم تتصنف قدامي أو تصنع قدامي أو عم شوف هلال بره أو عم شوف خلينا نقول آليات رمضان بره فبيقول أنه أنا بدي يصوم طب أنت يعني شو لصيام فهو ما بيعري في أطفال من ذوي الهيمان بتفكر أنه رمضان هو رجل يعني جايد لبواب وإلى آخره فما بتعرف أنه رمضان هو كمان شهر عبادة وتقوص عبادية فأنت هون أنت المنحة التعليمية اللي بتعطيها فلا نحن دايما منقول التوضيح لأيلون بيكون حسب القدرات تبعون اليوم كتير صعب تفهمي طفل من ذوي الهيمان أنه شهر رمضان هو فيه صلاة وهو ما بيعرفش يعني صلاة أو القدرة العقلية تبعوه هي لحد الآن أنت عم تشتغلي معه بالتفاحة والبرتقالة والليمونة والجزرة تمام؟ أو عم تشتغلي معه بكالسة ومعلقة أوسحة فهذه الأطفال أنت عم تشتغلي معهم تدريجيا على تفهيم هاي خلينا نقول المفاهم أو هاي القدرات فنحنا شوي شوي منبلش منعمهم حسب الآلية العمورية اليوم بس نوصل أكيد لعمر الخمستاش عند أطفال متلازمة داون أو خلينا نقول نقص الأكسجة أو التوحد أو أي نوع من أنواع الإعاقات فأنت هون تلقائيا بلش يتعلم أو بلش يعرف فهدول أكيد ما عم نقول أنه إحنا يصوم المدة زمنية كاملة 16 ساعة أو 14 ساعة لا إنما بسمح له يصوم 4 ساعات 5 ساعات للتعليم لأنه هي بالنهاية عم تعطيني منهج صحي بالمنهج العلاجي يعني أنا اليوم عندي بالصيام ممكن يساعد الطفل على تعليمه والصبر لو شو ما كانت نوع الطفولة عنده ولو شو ما كان عنده صنف الطفولة ممكن كمان يكون عم يعمل عنده الآلية الغذائية الصحيحة وعم يدربوا أطفال كتير عندهم شراها بالطعام من أطفال الإعاقات فأنا عم بضبط عندهم منظومة الغذاء عم بسمح له بفترات غذائية فأنا بعد ما أطلع من رمضان صار عندي خلينا نقول الهرم الغذائي صار متضيح عنده صارت عنده صوية الغذاء متضيحة فصار يمشي معي على البرنامج الغذائي لشكل صحيح اليوم دكتورة من خلال عملك وتفاعلك مع هدول الحالات اليوم ذكرنا المنحة الغذائي لهدول الأطفال اليوم الناس بجلس تستغرب أنه نحنا اليوم عم نطرح موضوع ضوي الهمم بشهر الكريم ولكن هنا اليوم جزء من هذا المجتمع وشوفنا نحنا بالفترة الأخيرة يعني صار فيه دمج كتير كبير لذوي الهمم كان بالوظائف كان بالمطاع كان بالأعمال لذلك اليوم وقتل منقول نحنا رمضان نحنا أيضا عم نحكي عن منحة نفسي عن منحة روحي من خلال تجارة شو حسيت اليوم؟ شو أضفلون؟ هل يوم وصلتون هاي الروحانيات بشهر الكريم؟ أنه يبدو أنه يجزئ من النسيج المجتمعي عايشين فيه والطرف الآخر متقبل لألون اليوم تشوفي طفل حامل الأنديل أو حامل خلينا نقول إهلال رمضان أو عم يعمل بقصاصات الورق هو فرحان أنه أنت عم تسمحي له ضمن الموظومة الاجتماعية أنه يندمج معك أو يشارك في رمضان أو يشاركك الفرحة فيه أو عم يحس حاله أنه عم جد بده يصوم أو عم يعطي لهذا الشهر شيء منه يعني اليوم هي الأطفال سابقة ما كان حتى مسموح لتطلع على المنظومة الاجتماعية أو ممكن تشارك الطفل الآخر كانوا بالعتماد كنا نشوف تنمر بشكل كتير كبير عليهم أو أنت عبدك تصوم أو تلاقي الأطفال من الطرف الآخر للطفل السليم كان يستهزئ أو يستهتر بمشاعر هذا الطفل اليوم الأطفال بمجتمعنا طبعا أكيد الحمد الله على هاي النعمة أنه وصلنا لمرحلة مع الطفل أنه نحن لازم نساعده لأنه هذا عنده قدرة خاصة صار هو الطفل الآخر يعرف أنه هذا عنده قدرة خاصة صار يساعد ويساعد جو صاريب حتى لنا فيه يعني حتى في أطفال عنده ناد الزكاء بالتواصل الاجتماعي أنه صار يتطلع أنه أنا شوفيني يقدم وساعد ففي كثير أطفال بلشت أنه تخبي من خارجيتها أو من مصروفة ساعدون لحتى تشتري لقيله أنه أنا بدي أشتري له شي بيخص رمضان أو أنا بدي أعطيه تمرة أو أنا بدي أشتري له يعني مثلا سندوق صغير وحط له في أشياء بيحبها وهنا معروف عنهم أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة أنه هن بيحبوا الحلويات بشكل كثير كثير كبير فأنتي عم تلاحظي الأطفال الطبيعيين هنا نبلشوا يشاركوهم بهذه الأطفال ذكار عم تذكري أنه هنون عندهم شراهة كثير على الأكل وعلا عم تذكري الحلويات شو السبب في أدوية معينة هنون بيأخذوها بتخليون عندهم هاي الشراهة هل هي بشكل عام أكيد هنا بيأخذوا أدوية بتساعد على يعني خلينا نقول الشراهة تزيد عندهم الشراهة الغذائية إنما مو مبدأ أدوية بس هنين سبحان الله يعني طبيعة هاي الأطفال أنه هنين عندهم شراهة في أهالي كثير كمان ما بتسعى لتنظيم الغذاء عندهم اليوم في أهالي ما بتعرف أنه أنا لازم سكريات تكون كثير بعيدة عندنا مع أهيل في أمن الأطفال فبتلاقيها بتعطيهم المربا والشوكولات والشيبس والبسكويت وكل شيء يعني ممنوع بخص الحلويات وبتعطيه يأكل بينما في أخرى لا بتعرف أنه أنا لازم ابتعد عن الحلويات لازم أعطي أجبان ألبان إلى آخري فهم بالموضوع ليلى يتعلق بالأسرة اللي هي بتكون عم تربي هذا الطفل طيب خلينا هيكي دكتورة نركز شوي كونه نحنا اليوم بالشهر الكريم ودائما نحنا بتقوص الشهر رمضان فيه تقوص خاصة بهذا الشهر واليوم هات الطفل حقه يتعرف على الأرض اليوم قدمهم اليوم النشاط الخارجي يعني اليوم فيه مطبخ خيري نحنا ناخد هذا الطفل فيه مسرحية بتخص مثلا الشهر الكريم تحكي عنه نحنا ناخده يشوفه حتى لو ما وصلته المعلومة بالشكل الدقيق ولكن هو الذاكرة رح تحتفظ بشي رح تاخد صور تقرشفه فيه مع بعض هلا كتير فيه مطاعم عنا بالشام ساعت على انه يكون لهم فطور خاص أو أخطار خاص للأطفال أديه حلوة خطوة المهمة كمان حتى في عائلات وأسر أو خلينا نقول مراكز وجمعيات عم تسعى انه تخلي السلة الغذائية أو التقديم الغذائي أو المعونة الغذائية تبع الأسر أو التقديم للعائلات الفقيرة عم يكون عن طريقهم فهنا عم يحس حالهم نرجع منه انه هن جزء من النسيج المجتمعي فعم يلاقيه كتير شي حلو انه وانا عم ساعد أو انا عم قدم فوقت اللي عم يقدم هو عم يحس حاله عم يأنجز شيء كتير كبير وحتى عم يحس انه انا بهذا الشهر انا عم قدم معناته هو بخلاف الأشهر انا سابقا ليش ما نعطيه لا عم بنعطاه معناته انا عم ميز رمضان عنده فبالسنة اللي بعدها تلقائيا بتلاقيه انه انا السنة الماضية بهذا الشهر عطيت سلة أو طعميت حدا أو رحنا عم الطعام فبيبلش يقارن شهر بشهر فهذا اللي بيصير عند الطفول حتى بأحد السنوات حضرت فعالية كمان بشهر رمضان هدول الأطفال كانوا عم يطبخوا عم يساهموا بالطبخ لتوزيع الحصصة يعني والطعام بمثل إفطار ساعم أو هيك شيء كتير كانوا مبسوطين وعم يعطوا من قلبهم كدهش هذا الشيء حلو دائما لانت يا شعرت يوم بقيمتهم بالنهاية اليوم وقت اللي منعطي الطفل قيمته فهو يتلقائيا بيحس بالتفاعل الاجتماعي فنحن دائما منقول بس تنعطي هاي الفئة من الأطفال القيمة الصحيحة لإلهم صدقا بتلاقيهم عم يبتكروا بتلاقيهم عن جدا عم يدخلوا بالنسبة الاجتماعي وهي عم تعطيهم تقدم بمجتمع عم تلاحظي قدراتهم تختلف يعني أداءهم يختلف أكيد اليوم عم يكسبوا مهارات جديدة بحياتهم يعني مثل ما أنا كل حدا حسب قدراته اليوم في مفاهيم خاطئة اليوم نحن ما عنا الثقافية الكاملة كلنا مو بسأل أهل نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الطفل شو هو شي اللي ممكن نجرحه ولو بنظرة ولو بكلمة ولو بتصرف مننا بقى الشهر الكريم شو هي أهم المفاهيم الخاطئة مفروض نحن نبتعد عنها وندمج هذا الطفل بالمجتمع تماما منها من المفاهيم الخاطئة اللي نشوفها نحن ضمن عملنا أنه في أهالي تجبر الطفل على الصيام ما بتعطي صندويشته تجبره ما بتعطي أنينت الميت تبعه أنه أنت بلاك الصوم فهي حرمته من الأكل والشرب وهو ما فهمان شو عم يعمل أو مو فهمان شو السبب بس فهم أنه ما أخذ صندويشته وقاسة الميت تبعه أو أنينته أو إلى آخرين فهذا الطفل ما فهم شو مفهم الصيام أو شو الهدف من عدم اطعامه وأعطاءه ماء فأنتي عم هون أنت عم تستغلي بطاقة غير طاقة اللي هو بيفهمها النقطة الثانية اللي ما نشوفها هي ممارسة الضربة عليهم حتى في أهالي أو خلينا نقول بعض الأسار بتتمارس معهم أسلوب القمع أو الإقصار أنه أنت لازم تصوم مثلك مثل أخوك هون إحنا بنرجع بنقول أنه أنا لازم راعي فروق فردية عند هاي الأسلوب حتى هذا الأسلوب مع الأطفال السويين غلط وما بسية طبعا أكيد لأنه هي بالنهاية ما إجبار المسيام مو أكراه إنما تحبيب تماما أكيد دكتورة بدنا نتشكريك على هالمعلومات اللي قدمتنا ياه ونتمنى إليك ولمشاهدين رمضان كريم وشاهد فير وبركة عليك رمضان علينا وعليكم شكرا دكتورة خنساء لحضورك اليوم يومك حلو هيك إن شاء الله أفطار كون يكون شاهي دائما نحن بنحب برجمة الأفطار لأنه بتجمعنا مع الناس من حبة رمضان كريم عليك